مناهلة فنانة غوية مشاكل من يومها جاريئة وعنيدة الأقصى درجة ما بيهمهاش حد ولا بتعمل حساب للعشرة تعالوا اقول لكم حكايتها مع صحبتها منا فضالي وليه خطفت منها خطبها وهتعرفوا كمان ليه عاشت مع صحبها أربع سنين في بيت واحد من غير جواز وليه الجمهور اتهمها بالإلحاد وسبب رفضها أكل اللحوم خليكم معانا لآخر الفيديو مناهلة اتولدت سنة 1985 لأب نمساوي وأم مصرية وتوفى والدها وهي طفلة صغيرة وعاشت مع والدتها وحصلت على لسانس ألسن لغة ألمانية سنة 2005 بدأت مناهلة مسيرتها الفنية سنة 2001 في برنامج يلا بينا وبعد كده برنامج صح صح معنا وبعدها لفتت أنظار المخرجين والمنتجين وشاركت في فيلم الباشا تلميز مع كريم عبد العزيز وفيلم ليلة البيبي دول مع الساحر ونور الشريف وفيلم زاكي شان وحصلت مناهلة على لقب أحسن ممثلة شابة سنة 2008 وقدمت بعض الأدوار الفنية واشتركت في مسلسلات سيت كوم بس الجمهور هاجمها بشدة بسبب مشهدها الجريء في فيلم ألوان السماء السبعة مشاكل مناهلة بدأت من صديقتها الفنانة منا فضالي اللي كانت مخطوبة للملحن عاد الحقي سنة 2016 وبعد كده تعرفت على عاد الحقي بسبب صديقتها الكبيرة من منا فضالي واتطورت علاقتهم ببعض لأنهم كانوا دايما بيزهروا سوا وبيحتروا كل الحفلات والسفريات مع بعض وفي يوم زبطتهم منا فضالي سوا وحصل مشكلة كبيرة وكررت تفسخ خطوبتها من عاد الحقي وكمان قطعت علاقتها بمناهلة بالرغم من العشرة والصداقة الكبيرة اللي بينهم وطبعا خرجت منا فضالي وعرفت كل أصحابهم وكمان اتكلمت للصحافة عن وقعة خيانة صديقتها مناهلة مع خطبها اللي كانوا بيحضروا الترتيبات النهائية لحفل زفافهم وبدأت الجماهير تهاجم مناهلة بس هي ما طلعتش ترد ولا كمان نفت اللي حصل بس عاد الحقي كان ليه رأي تاني وبدأ يقول تصريحات أنه هو لفسخ خطوبته من منا فضالي لأنها مش شبهه وخدعته بحبها المزيف وكمان لأنها ممثلة من الدرجة التانية ونجميتها صنعتها عن طريق الفضايح ومش من خلال فنها وقال كمان أنه بعد فسخ الخطوبة كل زملاءه باركوله وهنوه وقالوله أمك دعيالك وبعد أربع شهور بالزبط اتصدمنا من خطوبة مناهلة وعاد الحقي وخصوصا بعد ما صورهم بقت على كل أغلفة الجرائد والمجلات وبكده اتأكد الجمهور من كلام منا فضالي وكمان أن مناهلة خطفت خطيب صاحبتها من فضالي والغريب أنها انفصلت عن عاد الحقي بعد خطوبة استمرت سنة واحدة وبعدها بفترة صغيرة بدأت تنشر على حسابها على الفيسبوك صور جريئة جدا وفي أوضاع مخلة مع شاب اسمه عصام فارس ولما الجمهور هاجمها ردت بمنتهى الجرأة وقالت إنها حرية شخصية وإن دي حياتها الشخصية ومش من حق الجمهور يتدخل فيها وبدأت كل المواقع الفنية تكتب عن العلاقة المشبوهة بين مناهلة وعصام فارس وخصوصا بعد تواجدهم سواف أكتر من مكان وصورهم الجريئة وما كانتش مناسبة لمجتمعنا المصري وخرجت مناب جرأتها المعروفة وسخرت من هجوم الجماهير ونشرت صورة ليهم قدام المتحف المصري وقالت شاهد قبل الحسف ساخن جدا لايك قبل الحسف أتحداك ألا تجمع هذه الصورة مليون لايك قبل نهاية العام وسنة 2011 سفرت مناهلة للولايات المتحدة الأمريكية مع عصام فارس وعاشت معاه بدون زواج وكانت بتنشر صورهم في بيتهم اللي عايشين فيه لدرجة إن الجمهور حس وقتها إنهم اتجوزوا وبدأ يستفسر عن رد فعل أهلها عن تصرفاتها اللي بتعتبر حرام شرعا بس هي طلعت ردت وقالت إنه أعز أصدقائها وما تجوزوش والموضوع اتكرر بعد ثلاث سنين لما ظهرت في صور جديدة مع شاب من الاتشيك اسمه توماس والصور كانت جريئة جدا وداخل بيتها وبملابس شفافة وغير لائقة بالمرة وردها على الجمهور كان مستفز كالعادة وقالت الناس داخلين يقولولي إذا بوليتهم فاستتروا أنا حرة وما يهمنيش حد وتوماس صحبي وحبيبي وإحنا عايشين سوا في سعادة وهدوء في بلد الحريات أمريكا وفي سنة 2018 أعلنت مونة هالة زواجها من صديقها لتشيكي توماس بعد قصة حب استمرت أربع سنين وكمان قالت إنه أشهر إسلامه وبقى اسمه حمادة وعايشين في كاليفورنيا ومن الحاجات اللي أصارت جدل كبير ليها تصريحتها عن ندمها من تناول اللحوم وقالت إنها نباتية من سنين طويلة ومش ندمانة على قرارها لأنها مش حاسة بالزنب من زبح الحيوانات والجمهور وقتها اتهمها بالإلحاد وفي سنة 2011 قدمت برنامج اسمه مونة توف وهجمت فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك بشدة وسخرت من كل أفراد أسرته وآخر عمل شركت فيه كان المسلسل الكوميدي ألف سلامة اللي تعرض في رمضان 2013 اكتبونا في التعليقات أكتر أعمال بتحبوها للفنانة مناهلة